بما أننا بنتكلم عن العام الهجري وعملين نحتفل ونقول عام هجري سعيد وعام هجري مبارك وكل سنة وانتوا طيبين بالعام الهجري وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري من أهم الدروس يا حضرات اللي لازم ناخد بالنا منها وبين الحين والآخر أنا أذكر حضراتكم بيها وحضراتكم تذكروني بيها والله الدرس مهم جدا جدا إيه هو الدرس ده؟ درس غاية في الأهمية الشيء ده اللي أنا هوصي حضراتكم بيه وهوصي نفسي بيه لو معانا، لو الشيء ده معانا مش هتحس بعناء الدنيا مش هتحس بتعب الدنيا مش هتحس ببلاي الدنيا ما هو الدنيا فيها ابتلقات قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبقلوكم فإحنا خلقنا في الدنيا للاختبار والابتلاء الشيء والخلق ده لو معانا، اللي أنا هقول لحضراتكم عليه دلوقتي هيدوب مرارة الدنيا وصعوبتها زي إيه؟ أنتوا عارفين حضراتكم شركات الأدوية الله يكرمهم والمهتمين بصناعة الدواء لما بيصنعوا مضاد دحية وللأطفال أنت عارف الأطفال ما بياخدش كابسولات بياخد شراب صحيح فتلاقي عاملين دواء مثلاً للكحة ودواء للبرد وهكذا ودواء خفض للحرارة شرب كويس فعشان المادة الفعالة بتبقى مرة هم بيعملوا بقى بطعم الفراولة بطعم الموز مش كده بطعم اليستفان دي بالنسبة للأطفال فنيجي ندي الولد شراب الدواء هو صغير كده نقوله ده مسكر تبدوء دوء بس فيدوء يلاقي الدواء حلوة مسكر هو في الواقع ما كانش مسكر أصلاً إيه اللي حصل؟ إن احنا حطينا عليه حاجة دوبة مرارة المادة الفعالة اللي هي لإعلاج بقى البرد أو لإعلاج الكحة أو لإعلاج لخفض الحرارة وخلافه يعني حلوة قوي أنا بقى عايز أقول لحضرتك دلوقتي على الحاجة اللي تدوب مرارة الدنيا اللي تضيع مرارتها اللي تخلي مهما كانت الدنيا فيها محن أو شدائد أو ابتلاءات تخليك تتقبلها وأنت عادي طبيعي بالنسبة لي أدي كمان مثال وأقول لحضرتكم الشيء ده اللي هو من أهم دروس الهجرة النبوية المباركة إحنا دلوقتي في القاهرة في فصل الصيف درجات الحرارة تقريباً في هذه الفترة بتتراوح عند الأربعين تنزل شوية تطلع شوية على حسب طبعاً كثير من الناس بيتأفف من الحر مش كده آه نبقى خارجين بقى وفي عز الحر كده وتحس الدنيا حر طيب هل نستطيع إن إحنا ندي أردر للشمس إنها تختفي طب ما تطلعيش يا شمس طب ابعديش والله يكرمك يعني هل نقدر لا أمش أقدر طب هل نقدر نمنع شعاع الشمس أن يصل إلى الكرة الأرضية ما نقدرش إنما نقدر نلطف درجة حرارتنا أقدر ونركب العربية شغل التكييف وأنا قاعد في الستوديو دلوقتي مشغلين التكييف إذا إحنا عملنا إيه هي درجة الحرارة الطبيعية قرابة الأربعين مثلا إحنا عملنا إيه بقى شغلنا مكيفات ربنا منع علينا بجهز تكييف شغلناه ربنا منع علينا بمروحة تجيب لنا شوية هوا فقدرنا نتكيف مع المناخ اللي إحنا عايشين فيه وإذا جيه فصل الشتاء بنعمل العكس بقى آه ربنا يمون علينا بدفاية يمون علينا ببلوفر كويس بجاكت تقيل نلبسوه ونقدر نتعامل هي الدنيا إحنا مشا نقدر نغير في الأقدار نغيرها إزاي يعني بلاية الدنيا المكتوب مكتوب شوف إزاي ربنا قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل ما المصيبة تحصل كانت مكتوبة طب نقدر نتعامل في الدنيا إزاي بهذا الشيء اللي سيدنا النبي قاله لأبو بكر الصديق وهم الاتنين في الغار لما أبو بكر بيقول له يا رسول الله ده مين في الغار؟ سيدنا النبي ومع أبو بكر غار إيه؟ غار ثور والمشركين بيدوروا عليهم وعايزين يقتلوهم والمشركين وصلوا لحد باب الغار والنبي وأبو بكر قاعدين جوه والغار باب الغار ملوش ملوش باب فأبو بكر بيقول له لو تقطأ أحدهم رأسه لرآنا لو واحد بص بعينها يشوفنا لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا أم سيدنا النبي قال له إيه؟ يا أبا بكر خده لك من الجملة اللي جاي دي ما ظنك باثنين الله ثالث هما ما ظنك يعني إيه؟ يعني إيه ظنك؟ يعني يقينك ما هو الظن؟ ممكن يجي بمعنى اليقين يا حضرات زي القرآن ما بيقول كده وإحنا بنقرأ صورة الكهف النهار ده يوم الجمعة ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها يعني المجرمون يوم القيامة لما رأوا النار ظنوا أنهم مواقعون يعني تيقنوا إنهم دخلين فالنبي بيقول لأبو بكر إيه يقينك يا أبو بكر؟ إذا كان فيه اتنين ربنا هو تلتهم شوفوا يا حضرات فاليقين يقينك بالله هو اللي هي نجيك إيه يقينك في ربنا؟ يعني إيه ظنك بربنا؟ يعني إيه ثقتك في ربنا؟ ثقتك في ربنا أنه يغفر لك؟ يبقى هي يغفر لك ثقتك في ربنا أنه هيبعط لك مصرفات ولادك عشان الشهر الجاي يعني راحين المدارس يبقى هيبعط لك ثقتك في ربنا أنه هيسطورك يبقى هيسطورك أنا ثقة في ربنا أنه حيرزقني يبقى حيرزقني ثقتك في ربنا أنه هيرحمك يبقى هيرحمك ثقتك في ربنا أنه لن يتخلى عنك يبقى مش هيتركك ثقتك في ربنا أنه حينصرك يبقى حينصرك أو الله ثقتك في ربنا أنه هيجيب لك حقك من اللي تكلموا عنك مبارح يبقى هيجيب لك حقك فاش نقاش ده موضوع خلاص ده موضوع من انتهي ده موضوع خلاص مفروغ منه اللي هو ظنك بالله فما ظنكم برب العالمين